كنا اخذنا المرة اللي فاتت الاوامر الاوامر التعديل المدفاوي صح؟ اخذنا امر مو وعرفنا ما بينقل وعرفنا ازاي ينقل واخذنا امر كوبي وعرفنا ازاي ينسخ وده بينسخ نسخ غير منتظم اما امر الرئي يستخدم لنسخ عمل نسخ ايه منتظمة سواء كانت مستطيلة افك رأسي او كانت دائرية اللي هو البون الان اخذنا اخذ شغل الكاد بتاعنا عايزين نستخدم اهم امر كاد وهو امر offset ده امر خطير جدا ليستخدم لرسم الموازيات يعني بالبلد كده ده المصطرة حرفتي بتاعك ده المصطرة ايه؟ حرفتي بتاعك عايز ترسم وازي لازم تستخدم امر مين؟ من قامة موديفاي افست ولو ايكون عاملة كده او لاختصار تكتب له حرف ال او عشان ترسم موازيات في عندنا طرقتين اما انك ترزم عايز ترسم خط يوازي خط ويبعد عنه مسافة توازي معينة ودي بنسميها او انك عايز ترسم خط يوازي خط ويمر through خلال مقطة معينة نتشفها او انك حاول انك ترسم خط يوازي خط ويمر من نقطة معينة نفع الشبال ده لتفضل عشان يبقى المطش حمي ناشي المطش حمي وبره الناس يمشي الحمد لله خد بالخضراتكم معي ما نجيب امر خلاص مش مشكلة نشي مشكلة نشي بات بس نجيب هوا تقفل كل شيء؟ لا اقفل انا أريدك تقفل عشان ننمتش اللي بره وتحكم الغلق التاني نجيب هوا نحن نطبلك معي اول ما نجيب امر افست يا جماعة بيديني رسالة مهمة جدا يقول افست ديستانس او ثرو تعيش ترى بقى ان نظام فيه لو عايز تشتغل بانظام الافست ديستانس اكتب له الرقم على طول او ثرو داخل مساف داخل مساف لو كتبت له اه لا لو اخترت او لو كتبت له حرف ت يتمنح ان اشتغل نظام ايه وهنا الاول اختار النظام او ايفه اختار النظام الان هتشتغل بيه وأهتشتغل به وبعد اختيار النظام ف الاختيار النظام الافست ديستانس سألك ما يعمل حاجة كم ينطبي tabs يروح الراجل بعديه سألك اختار العنصر الرئيس نرسم لم هوازي لو انت مشغال بالنظام الافست ديستانس هيتسألك سؤال مهم يقول لك specify point on site to host أستخدوا بالك أنا لو عندي خط كده يا جماعة ورتلق لك ترسم لي موازي له على بعد 2 سنطر ممكن ترسم له موازي النحياتي على بعد 2 سنطر أو موازي على بعد 2 سنطر طب هو يرفع منك عايز للنحية الهين يقول لك دوسني في نحية من الناحيتين عشان يرسمي الموازي واضح ترجمة نانسي قدسك هل نريد أن نرسم منزل أو أوضة أبعادها تمنمية بستمية هذا يعني أن يستعمل إمري يوم مرة واحدة و ترسم بها خطين إثنين أريد أن أرسم أوضة 800 سنة في 600 سنة و سمكة 25 سنة أو دعي السمكة 50 سنة في حظة حجارية وبحير تستخدم أمر لين مرة واحدة وترسم خطين 2 سنة سنجلب أمر لين و نرسم خط أفقي أو ما ندوز F8 معي وقت 800 و انتر و خط رأسي وقت 600 و انتر و انتر كده خلص المتاح لك من أمر لين طيب أريد أن نكمل الناس هتلاقي فيه عندك هنا في الجنب أمر أوبس شايفينه؟ أو أمر لين عادي بس ندوز F8 عشان ما يرسمي لش خط ميل وبكتب له المسافة اللي هي في الاتجاه نرسمه تاني فنجلب أمر لين اهو من ناحية دي وابتدي من نقطة كليل كشمال و عايز أرسم خط أفقي 800 فبدوز F8 عشان ما يرسمي لش على الميل وبديله و دا نظام تاني من الرأس مخدمها بش يمكن ان انا بوجه بالماوس و ادليه مسافة بالكيبورد و انتر كفاية كده ادليه انتر عرفه لأنه أول شيء يحدثون في الأمر ليم عن طريق أمر أفسد سألني ألس بصفةه أفسد ديستنس أو ثرو لو أنت عايد ثروط التبلوثي يا جوزنا سوف أرى الأمر الثوم هو أنت خطر لغير حتي أرسلم الموازن أو ثرو ميل صح وهذا أمر تكاري خدوا بالك سألة الثانية يختار العنصر الذي أريد أن ترسم له موازي ثرور مفهومة؟ يعرفتنا الثورة تشتغل ازاي جماعة؟ الثورة تشتغل ازاي؟ موازي بنفس الطول بنفس كل حال ماشي؟ لا موازي اسمه موازي لا هو عنده موازي يعني زي الزبط زي لبنز الزبط تكاسم موازي الثاني ده بقى موازي مع التحريك موازي مع موف تمعين؟ اه لازال بيسألني تعمل خلاص كفائي؟ هل يريد أن تديره انتر الفاظ عايز أرسم بقى سمك الحيطة والكلام؟ فهتديره انتر الفاظ تاني يعني يكرر الأمر السابق وانا بحدي الجمهة وانهاجة انتر الفاظي تطلعك من الأمر وانتر الفاظي تكرر لك الأمر سمك مرة تانية فالأمر أبسط انتر طلعتني وانتر دخلتني فيه وانتر طلعتني وانتر دخلتني عن الحاجة عشان يسألي من جديد Specify Offset Distance أو الثروب؟ هل يجب أن نشتغل بالOffset Distance أو بالثروب؟ بالDistance فأكتب له خمسين وانتر Specify Object To Offset أو sight to offset فوق Specify Object To Offset أهو sight to offset جوه Specify Object To Offset sight to offset Specify Object To Offset sight to offset Specify Object To Offset كفاء كده عن الحاجة انتر الفاظي عرفنا الأمر؟ لو جبت الأمر تاني يقول لك دخل لي Specify Object To Offset or through وما يحتفظ بالموازن الأديم الخمسين تعالى نقول له مية مية و Specify Object To Offset sight to offset نعمل أرشك نعمل أرشك هل يعمل أرشك؟ نعمل أرشك نعمل أرشك نعمل أرشك هل يعمل إعلام؟ ماذا يعمل إعلام؟ نعمل موازنة لسه أعوامل استأتي لحقه تؤدي وظيفه يبقى أم يقوم برسم موازنة وعنده أصدرين رسم الموازنة إما بمثابة التوازن أو يمر خلال نقطة أعجبك مثلا من نقطة مثلا من نقطة مثلا من نقطة نقطة تريك 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 أنك تتبع نقطة يعني أريد أن تتبع نقطة عن نقطة 300 سنت أو 200 سنت كنا؟ لا لا أنت عادت كده بالنظر لا أنت عادت كده بالنظر نقطة نقطة قليلا بتبعد مسافة معينة بالنظر بالهوا يبقى لنا مشكلة شايفين تخطي عملها ازاي دي مش حيطة دي متقطع جميل في عندنا قمر اسمه شامفر يستخدم لشطف الاركان يعني بص المنظر كان عندي خطيم متقطعين كده يا جماعة راح الراجل خليهم اللي عاملين كده ازاي الامر ده حتى المنظر بتاعه عامل كده عامل زي شطف شايفينه ماشي يا جماعة شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي جميل الامر ده بيعمل ايه بحديد له مسافتي الشطف مسافة الشطف الاولى من نقط التقاطع مسافة الشطف الثانية من نقط التقاطع وتختار الخطين يروح جميل تقاطع الخطين يقس مسافة الشطف الاولى على الخط الثاني ويروح شاطف لنا مسافة الشطف الاركات نحن راح نحن رأيك تعامل لك أحد في الموجه في المكتب يروح ازايز أجاب الرجل الإزاز وقال له اشتفل الكورنر صح؟ هل يجب أن يشتفل الكورنر؟ يجب أن يحدد له مسافتين الشاطف وقال له الرجل يمكن أن يشتفل الروح الإزاز يجب أن يقول له مصير يجب أن يشتفل صح؟ فالمكان الذي مع الرجل يظبطها بمسافتين فهو الرجل يأتي لك كذا وكذا يعني الرجل الإزاز عندما يأتي بيقول لك المجال متضبط على كذا وكذا هل عجبك أم غيره؟ تفهمني؟ واضحة؟ يقول لك اختار الوصف أو المقارب لو تريد أن يغير الوصف نرى هذا الخط مع بعض تخيل أنه لدينا خط كذا نلغي في 8 وعندنا خط أنه لدينا خط آخر وعندنا خط المتخطعي حسنا سأجب أمر شنفر أهو كتب لي تحت تحت 00 أنا أريد أن أغير أغير أنه يقوم بيقص حرف د لماذا؟ منتحت 200 الخيارات المتقينها بحرف د ودست د وإمثل مسافة الشهطف رأقولها بكام؟ أقوله 100 مسافة الشهطف الثانية بكام؟ 200 أجل الثامن في الانتراضي الثامن فيه الخطس الثامن في الأمر الحدث الجزء المختار من الخطس نعم هو الجزء الذي يحتفظ به يعني لو أحد يجب أمر شامفر واختر الخطين دول يمسح له دول ويبقى على دول فهمي؟ ثاني يعني يجب أمر شامفر بدستانس 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 مية ومية خلاص؟ لو أنا اخترت هذا الفرست وهذا السكن عارف هم ليه؟ يمسح دول ويأتي من هنا على الفرست اسمية اسمتين ويشتخبص هذه الفرست هذه السكن وكانوا خطين لكن الجزء اللي انت دست عليه على الخط يفهم من ذلك اللي عايز تحتفظ به والناحية التانية من الخط يمسحها ومنطقاته ويئيسك هذه المنحوظة اللي أنا أقول عليها الجزء المختار من الخط هو الجزء اللي يحتفظ به في المنحوظة الثانية مهمة لا يلزم للتطبيق هذا الأمر أن يكون الخطاني متقاطعيني يعني ممكن يكون مش متقاطعين يروح أول واحد ومندهم ويتقاطعهم ويقس مسافات الشامفر ويوصل باستخدام هذا الأمر باستخدام هذا الأمر مع جعل المسافات الشاطفة أصفار يمكن به تنظيف الأركان أي إزالة الزيادات لا تجرب الموجودة ويقوم بتكون الموت في المنحوظة فهي تقوم بالإمكان يمكن أن تنظيف الأمر بصدر على المنحوظة لا تقوم بس خطان المنحوظة وعندنا correction هذا المثال ليس هناك 3 تسجل قطع وهو يقصص و يرى حيث و يمسكت و أنا أقول لا يجب أن يقصص لغير و عندما يقصص لغيرك النفعية و يهتم بذلك لو هديك خطائر وings عملتكم بشأن يوصيهم الأول وبعدين يقصص المسافات و يوصيهم أمر جميعо أنه جميعا هو صعوب؟ ماذا؟ تعالوا نرى انه شنفر لا تقعه ما؟ حسنا نرى انه شنفر المواقسمية أقول لك value must be positive لازم تكون قيمة مجموعة. ماشي؟ خلاص؟ مهدلة هناخده دلوقتي بقى أمر فيلد ده بيستخدم لتدوير الأركاد بس يلفت بالظبط بس مشارب بقى بيخليها جربي تعرفين الرسم الهندسي اللي كان مطلع عينيكو حتة الأخيرة اللي في المتفابريكا دي دايما بالقلم الأمر كان يعملك علىها تهيرا ونقصك عليها هي دي بس هنا بدل ما بنتديله مسافات الشاط بنتديله بدل ما بنتديله يا جماعة مسافات الشاط بنتديله الـ يعني يجي واحد يجي بالأمر الظريف ده اهو ويقولوا أنا عايزة الـ الـ معناها نفس أمر شنفر في الظبط ثالث بقى برادية زيرو زي شنفر بزيسن زيرو ما برضو ماذا برادية زيرو يبقى هيقطعها يقطعهم في بعض ايه ايه يمشي يجيب كارثة لكن لما جاء أدّله وإنطر وإنطر وأدّله رادية مثلا 50 بص بص لما اختار الفيرست لين والساكند لين يعمل ايه حد يخبروا خلنا بنا يا جماعة من نفس القصر فممكن بقى ايه نعمل كيرفيتشار في الدمو خلنا رائسن زريب راه ان الريديوس لا دوست دوجست دخلني جوا أمري مين؟ فيلت قال لي خد بالك أن التى الى مكان زيرو نعم فإن تصبح ردوس قبل 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 ايه ده حاجات اخرى فيه اوبشنز كتير جدا لالامر سباكرا ندوس الف 2 بسطرين اثنين بسطرين حاجات اللي فاتت كلها تستخبئ ورشاشة اللي بتاع الشاشة الرأس لو دوس الف 2 يجبلك اللي فاتت كله فيه حاجات كتير يا باشماندس فيه البولي لايم فيه تريم مالتيب فيه افلامي احنا دراتي بنمشي اللي على قدنا وقدام بقى هنا غوص في هذه الاشياء امكان لنا وقت وعمر ان شاء الله في عندنا امر اسمه ايريس نركز نركز شماندس شماندس خد مكان بولا سباكرا اصدار لازم يوقف في المحاضر عشان ان الهاده تتوزن وانا اوكا دا بس يجري الدورة الدموية اقفر شماندس ساحس في عندنا امر اسمه ايريز بيستخدم لبسح العناصر بسمت حاجة لو عايزة مساحة. معايت. امر erase اللي هو عامل زي الاستيك كده. كبير نمسح العناصر. وبتديني رسالة الشهيرة ليه يا جماعة. فنفس القصة هنجيب امر erase اهوا. select objects. هنختار الخط ده. select objects الخط ده. وانا اخو باية الكرد ده بقى object الواحد. لو عايزة مساحة اختاره. enter يبان في كده ايه مساحة. افرد عايزة بسحر رسم كلها عاجل. اجيب امر erase. يلي select objects. اقوله اكل مساحة. ممكن استعمل ممكن ان تكتبع الروبات الماعدة الموجودة. ومن الممكن تماما عن الروبات الموجودة افردء. ويجتب ان افرادء في ودفع الروبات الموجودة. او white crossings او ماثم الموجودة. انظر انه مطريبا عن الامر السابق. انظر ان تفتح قصة الأخير. نفتح بال نبنى جميل أمر خذ بالك بقى أمر إيريز ما ينفعش نفتح بي باب لو جلنا أمر إيريز و جلنا نفتح حلقات الصعودة دي هيشيل الخط كله صح؟ مزبوط؟ جميل مش هينفعنا مش وانس خليك في المنتصر انت كده عامل انت كده عامل انت كده عامل و سيب الورع من ايدك والآه هناك أمر اسمه بريك هناك أمر اسمه بريك يستخدم لمسح جز من عنصر جز جز هنرسم هنجب أمر بريك و قادل منظر بتاعه شايفينه؟ مستطيل مكتكل منه حتة يقول لك select object او شباحات الجادية هيدين نرسالة غريبة شوية اوه ممكن نرجع نشوف ثانيا بلك لمسح جزء من عنصر ينبغي ادخال ثلاثة فقط النقطة الاولى هي نقطة اختيار العنصر والنقطة الثانية هي النقطة الاولى للجزء المراد مسر والنقطة الثالثة هي النقطة الثانية للجزء المراد مسر فقد نبدع نقطة لقاحاتهم وأيضاً نقطة الاولى مع نقطة الثانية و بعد فانو مختار ثلاثة الثلاثة ثلاثة النقطة الرفيضة و نحن نقطة الثانية لجزء المراد مسر ، ساعة يمكن ندرج النقطتين الأولية للمختار العنصر والنقطة الأولى بجزء المراد مسر ويعتباره مع نقطة واحدة و هذا الراجل يجبه الهولب و لكن يجبه على ثلاث تحت الهولب او فوق حتى specific second break point فين الفيرست يعمل حاجة هيعتبر النقطة الاولانية التي اخترت منها العنصر هي هي نقطة المرض فهي اختر النقطة التانية سأختر اند سأضع الفي 3 عشان الآخر موضوع الالتقاط و سأضع مسيحي الى مسيحي الى وان كان هذا الأمر ليس نشتغل به كثير نجيب الأمر الثاني يقول لي اختار العنصر النقطة الثانية اللي عايز تمسحها ها راح مسح اللي بدي لا، لأنا ممكن نشتغل بنظام ثاني ان هذا المرح فيanderش في طبول ن Bernadette Ó jadi المرحلة مرات ل치를 تحضر إذا حدثت القود هو GROT قادرة على انك تختار العنصر وباديل نقطة الأولى للجزء مراد نصر لا يا عام، انا اشعال صغب النظام دي انا عايز دخل ثلاث نقط بحزة فرن صح؟ فلازم بعد ما تدينه اختار العنصر اقول له F و entry يقول له تبقى اختار فرست point واختار second note واضحة؟ واضح يا جماعة؟ كما قلت هذا الأرض يستخدم كثيرا لأن هناك ثمة أمر أفضل منه ألا وهو أمر trim وده مع أمر erase مع أمر offset من أكثر الأوامر استخداما في الوطوكات الوطوكات كل اللي هو حول الله تترسم بالأمرين دول بس اللي هما أمر offset و trim ماشي يا جماعة؟ offset و trim trimbo يستخدم لمسح أجزاء من عناصر محصورة بين عناصر أخرى ماشوان سألني سؤال محصورة و أنا بقى أمسح كده أي نقطتين كده من أي حتة و هذا السؤال هل أنت بتعوز تمسح أي حتة من أي مكان؟ لا لازم في الغالب يكون كم وصفات الحتة اللي أنت عايز تمسحها صح غالباً ما بيكون متقاطع معاها عناصر أخرى و أنت عايز تمسح الحتة اللي ما بين العناصر الأخرى أهو أمر trim بيعمل لنا القصة آدي الشكل بتاعه يا جماعة أخذ بالك أنه جوا أمر trim select object بتتم مرتين لأن أنا عندي هنا أخذ بالكم في نوع من العناصر في العناصر المحددة للأجزاء المراد مسحها اللي احنا بنسميها بالإنجليزي cutting edges و في عندنا العناصر المراد مسح أجزاء منها دي اللي احنا بنسميها object to trim يبقى نختار عناصر مرتين أو المرة سأختار cutting edges و مرة تانية هدخل أختار العناصر اللي أنا عايز أمسحها المحصورة بين cutting edges نشوف مع بعض تعالي نشوف الأنظم مع بعض هنمسح عن طريق أمر erase عن طريق line هنبدأ نرسم صوت كده رجع هنمسح عن طريق أمسح محصورة هنمسح عن طريق قاعدوا وشون صورا نفس الشكل الثالث هاو حاليا نا وراء 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 نعم السلام حسنا هنجيب عمر ترامي هنجيب عمل اتراكز معي اجاب لك رسالة تحت قال لك تلت نقط لك انت الآن في مرحلة اختيار الـ تلت نقطة صح ابدأ اختاره وانا احضر امسح اجزاء من العناصة الوفقية اختار الرأسيين ممكن بدلا اختارهم واحد واحد ادوس حرف واعمل لهم حاجة عاملة كثيرا وانا اختارنا وانا اختارنا وانا اختارنا وانا اختارنا لازال يقول لي select object اختارنا لانا اختارنا وانا اختارنا كما انتهى اختارنا يروح مساحة. الحتة دي يروح مساحة. الحتة دي يروح مساحة. شايفين الشغل كبير؟ الحتة دي يروح مساحة. تختار الحتة دي ما يرضىش يمساحها. ما يعنيها؟ لا يا حتة دي يمسح دي ايه؟ لان الامر ما بيستخدم لمسح الجزء من عنصر. انت لما مسحت الجوان بتاعه ما بقاش جزء من عنصر. ده عنصر كامل يمسح بامر قريس. اول تاني. اول تاني. الامر ده يا جماعة بيمسح الجزء من عنصر. بالزبط. بقى ده خط. ده عنصر وده عنصر تاني. ما يمسحش هو عنصر كامل. هي امر باديو جزء من عنصر ؟ ؟ صحبا 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 أمر صحيح؟ حسنًا بص بقى الكلمة الجميلة عايز أنا بقى أمسح أجزاء من العناصر الرقصية عادي، هنجيب أمر ترم يقولك select cutting edges رح مديله crossing واختار الرقصيين هم cutting edge لازال يقول لي select objects انت عالفاضي عشان أني مرحلة cutting edges يقول لي سلوكتو ترم أختار أفضي شير رأسي شير صح كل اللواء مديل cutting edges ممكن أن نحن نمسحه هل هذا الأمر؟ أم لا صحيح؟ هل رأيت أهميته عملت كيف؟ هل رأيت أهميته عملت كيف؟ هل رأيت أهميته عملت كيف؟ هل هناك بعض الملاحظات على هذا الأمر؟ أول حاجة يمكن أن تكون العناصر المراد مسح أجزاء منها هي نفسها العناصر المحددة للأجزاء المراد مسحها محوظة غريبة أنت أرى الوقت لذلك أنت أمسح أجزاء من العناصر الأفقية خدت الرأس ما بالك يا مهندس اللي بتنام اللي هم ينام اللي هم ينام لو عايز امزح اجزام عاصره في القرية والرسامة مع بعض بص هنعمل ايه الكلام الجميل ده هجيب امر ترام هقول لي select cutting edges هديله حرف c و enter واختار دول كله و enter على الفطر select object to trim بص تدوز ده يمسح تدوز ده يمسح تدوز ده يمسح تدوز ده يمسح يليك قال لا ما مسحومش كله لسه حاسس ده اخر اللي كان في مسح هاهملك يب تمسح افقي تمسح رأسي تمسح اللي نفسك فيه و تدوز ده اخر يبنسح لا يوجد ان تدوز ده يمسح تمسح و يمسح و يمسح يمكن أن نسع أجزاء متتالية عن طريق تمرير صور فنس يمر بالأجزاء المراد مسحها وهي تدخل حرف ف عند طلب اختيار ادخال أجزاء المراد مسحها كيف يمكن الذهاب من أجزاء المراد مسحها وهناك لك أجزاء المراد مسحها أختار هداول كلهم وممكن أن ادوس ألفاظي يوم يختار كل المساة من المكتب اخدتك هدك جميلة جدا هدك جميلة اول هدك جميلة اول هدك جميلة اول اجيب عمر هوا. أل اين هو بيرتع؟ نعم? مع رجاج ومشي؟ بإنها مستعدة فإنها مستعدة؟ ؟ احتراج ومشي؟ نعم مهما الناس عارفين أن الناس بتحب تشتغل بالطريقة الأخيرة دي لو أن تأخذ كله كتن 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 وتمسح لنفسك فيه فهنا افضل انتر على الفاض الميزة هنا انا امسح افق و امسح رأس بصفا ان احسن امسح دول كله متعبا صحة لا مصحة ممكن اعمل حركة حلوة قوي ادلوا حرف الف و انتر و مرة الخط بالاجزاء المراد مسحها اوه اوه لحنا نساحهم مرة واحدة لتوبا ميزة جميلة قوي دي يا جماعة لتوبا ميزة جميلة قوي دي لتوبا ميزة جميلة و لما تكون عامل بامر قريب خطوط و خطوط و خطوط و بامر خطوط و خطوط و خطوط و خطوط و عايز تمسح دول كله سبعين ثانمين خط يمكن ما مرش عليكم حاجة اسمها هولو بلوك هايمر عليكم خرصانة هلا اسفة اخي طوفي ما انت مبادت هناك ساعة اسمه بلوك يرسوا في البلوكات طبعا ده ما شاء الله عشان يرسموه تطلع عينهم يا جماعة صح؟ بلوكات 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 وما ترس هو بلوك واحد وقريه وتخلص بس عدنا نفتح كاميرا فيه كاميرا طيلة ترم فنس ترم فنس يروح شداد لك كله ومقطع لك كل البلوكات فهمنا يا جماعة ترم وفنس ما عرفت يعمل ايه؟ خد المحروزة الثالثة فنس خد بالك يمكن ان يمر الصور السابق بعدة نقاط ويقطع عدة خطوط ولكن يتضل عدم الزيادة عن خطين فقط لكل صور يعني ايه الكلام ده؟ بص معي هنجيب امر ترم اهو سيلكت خطنج ايجيس انتر على الفاضي ماشي؟ وهجديد له امر فنس واعطى على كده 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 وانتر شفت عمل خطين وسببت تانت صح؟ فالزاك انا بتغيير فضل يكون خطين خطين يبقى فنس هو بيعط الخطين يعني فنس شفت امر فنس بيامري؟ زريب امر فنس؟ زريب امر فنس يا جماعة؟ زريب فنس؟ ادخل معي بقى ادخل معي ادخل معي في الرسمة اللي جاية ادخل معي فد معي جمالها هيا بقى تستخدم نعمل إراز وننسح الكلام ده كله ونجينا بجنب عايزين نرسم بيت اربع غرف قطين تحت وقطين فوق المسافات الافقية اتكذوا معي المسافات الافقية تمانية متر وستة متر المسافات الرئاسية خمسة متر واربعة متر سمك الحيطة مصف متر استخدم أمر لين مرة واحدة لرسم خطين اتنين فقط أمر لين وهنرسم بF8 خط طوله 14 متر 1400 ورأسي 900 وأخرج بره أمر لين هجيب أمر وديه دستانس 500 وعايز بعد كده دستانس 400 لازم أخرج بره أمر وارجع جوا تاني عشان يسألني من جديد على مسافة التوازي أقول له 400 وانتر وديه من هنا موازي هنا واخرج وادخل تاني وارجع بلو 600 وارسي موازي لهذا الرقم واخرج وادخل تاني وديه 800 وارسي موازي لهذا الرقم وادخل وارسي واخرج وادخل تاني وديه 50 موازي 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 هو خد المسخد دليل من دور لا حسب ما يضغطينه ما اللي ما يبدو صلوة الوفست غدلات يرسف حاجات يعني نفتح بها افكار يحسن هندخل ادام دليل ونشوف السنتر لاين يتعرف سنتر لاين من الموازي ومص حيطة وهنعمل افلام كبيرة سوف ندخل ونرى كل شيء لازال شغال في أمر أوفست كفاية؟ كفاية بأنتر على الفاضي أريد أن نزبط الرسم نجيب أمر مين؟ ترم أو شنفر؟ غلط شنفر مين يا عبد؟ أين سبق شنفر والكلام؟ ترم بيخلص المواضيع كلها ترم بيخلص المواضيع كلها خلاص إنتر على الفاضي عشان كله طيب إنتر على الفاضي عشان كله إنتر إنتر مفعش كله إش عيسمها كله في ترم أقول له إف وإنتر ودي له خط كده كده وإنتر كمان إف خط كده وخط كده كمان إف خط كده كمان إف خط كده كمان إف ما رأيكم في هذا الشكل الجميل؟ كمان إف ترسم فاضي مفعش أمر لين الأولين كنت عايز ترسمه لين كده كده ده الرسمة المكالكاء على أكبر منه الرسمة المكالكاء على أكبر منه الرسمة المكالكاء على أكبر منه الرهيب البيت الكبير اللي طرق أو بقش عاد عشان أكون صدق معاكم 30 ساعة بالتسبيطات 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 بالزيق بكل حاجة اللعنة غير الدكورة عشان تكون صدقينة عشان نجرب تضمع أنا شوية عمارة عشان ننجز عشان ننجز في عندنا أمر آخر يبقى أمر ترم ده شفتوا ترموا ترموا قصة دول عصر بالأوتوكينت كمين هنيجي ناخد مع أمر بعد كده اسمه عكس أكستند معنا أي مد فبيستخدم لمادة عناصر حتى تقطع عناصر أخرى ده بيعمل ايه؟ بيعمل عكس ترم ترم بيغضع ده بيمد تعالة اديكم المثال عليه السنبيع كده مخدس كده مخدس كده مخدس كده مخدس خلص يا جماعة خلص يا جماعة هنجيب أمر extend تحت يقاب باوندري اجيس هناك كنسمائها قوتنج أاجيس عشان بيمسح ماله هنا باوندري اجيس أو الحاجة الثانية على Boundary Edge اللي هوصل لها صح؟ تعال نختار ده Boundary Edge Select Object خلاص كفاية كده عليك أعمل حاجة Enter Select Object Extended تعمل كده ويمد من ناحياتي تعمل كده يمد من ناحياتي تعمل كده تعمل كده يمد من ناحياتي تعمل كده ما مادش من ناحياتي شمعنا عن حاجة علشان مش هيقطع Boundary Edge ثانية ده يوصل ده يوصل ده يوصل عرفنا الأمر الظريف ده عرفنا الأمر الظريف ده أمر ابن ناس ابن ناس أوي يسري عليه كل ما يسري على أمر تعمل انك Select Boundary Edge Enter Enter يوم ياخد كل Boundary Edge قاف تشتغل معك تعمل كده تعمل كده تعمل كده ، تعمل كده تعمل كده تعمل تعمل كده تعمل كده تتمفعه لكن هذا يعني ماذا؟ حاجة عسارية ليس بأمر سنأخذ أمر فورمال يشتغل بالشغل فهمنا يا جماعة أمر أمر ترموكستند شفتم شغالين مع بعض دوتو جميل جدا ممكن أن تستخدم هذا حسنا هناك أمر خطير أيضا اسمه لينثين يستخدم لمادة العناصر بمواصفات معينة حتى الآن ما أنت تسألني؟ قال لي أمره أبسط يعمل له أحد مثله أنا أريد أن أعمل له أحد مثله لكن أطول منه حتى الآن لا نستطيع أن نطول خط أمر لينثين يعمل هذه القصة يطول خط بمواصفات معينة ما هذه المواصفات؟ دلتا يطول لك نصفة معينة بيرسنت يطول لك نصفة معينة توتل يطول لك لغاية أن يوصل طوله إلى طول معينة دايناميك يطول لك بمزاجك تتمده كما أنت عايز واضح يا جماعة يبقى دلتا اخدوا بالكم دلتا وانت بيرسنت مادة بمسافة معينة والمسافة دي هاموجة بتطويل يسال بتقصير بيرسنت أكبر ممية يسألك على نسبة أكبر ممية تطويل أصغر ممية بتقصير تي توتل يسألك على الطول الجديد والطول الكل ديناميك يسألك على العنصر تغيره السابق تعالوا نشوف هذا الكلام مع بعض هل ترون هذا العنصر؟ هل ترون عناصر دي؟ هنجيب أمر لنا للأسف شلوه من الطول بار وإن كان هوريكو ممكن نحطه في الطول بار عادي في قائمة موديفاي لينثنا هورا ماشي؟ بقى مش بالطريقة لا موديفاي لا قاسم هنجيب لينثن يديك رسالة الشهيرة بتاعتنا دلتا بيرسن توتال دايران هنقول له دلتا يقول لك الدلتا لينث كام هنقول له بمية شوف بقى تدوس هنا من ناحية دي مدولك مية من ناحية دي يمدوا لك مية من ناحية دي مية من ناحية دي يمدوا مية 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 هنفهم تقول صحيح؟ هنعم 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 ، يا قصح حس Teddy لو المس لدي الثاني والمي يقول له بيرسن تحرف البي يريد الخلي كان البي اقول له كمية في المية ول Summit هنعم kupix حسنة تدوس من ناحية دي 5 في ربع فلينثت مرة يأصل ربع ميةrock ربع جديد ربع جديد ربع جديد فهمتك بصدية؟ لو قلنا له بارس انتباع 200% يوم يتضاعف 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 خطوة؟ ما بميش متطول متطول جديد طيب عايزين نفسه نقول له توتري عايزين نوصل توتري ما بميش متطول ما بميش متطول ما بميش متطول جبت توتري الخطوط الدمو دي كلها عايزين نخلي كلها طولها 600 الطويل والقصية كله 600 اكتب 600 وانت تدوس على الراجل ده بقى 600 دست عليه تاني ما عميتش حاجة لماذا؟ ما هو وصل 600 وخلاص هو بيوصله 600 فانت اول دوس ماذا؟ ما هو وصله 600 وانتدوس هنا بقى 600 600 600 ستبع كل 600 سيفت امتز توصيل ما بقى الطعام ما بقى لنا انك تزاور هنا ومتز خط تشاهدت هذه الرجل حاته هناك منتج لكي على أي حاجة التي جثتها. حيث أن أتبه أن الأمر و أعصره... لا بإضافة مجرد من خطوطه داخل استقامته. ما هو فعل ذلك صحيح جميل. لقد أستطيع أن المجارب مدي الخطوط هاختي. انا مشكلة خالص لها والله مش هذين تشترون المشروع مشكلة خليكوا رسموه في عشرة ساعات عشرة أيام مش رايت العمار اه مش رسموه في عشرة سيام براحات لو رسمتوا الاتقاد هينبسط أكتر ويدوكوا درجات أكتر براحة كما يحلو لكم كما يحلو دكتور طب المشروع ده في الأمر اللي نصحنا لغاية دلوقتي أقصى باقي يا أنا ما أخدش كتير يصد مثلا من ربع ساعة طب بالنسبة لو عايزين مثلا نعمل وردهات نعم طيب نتكمل مع بعض الكمامر دول تماع مش دير تاخد ربع ساعة بالأوامر اللي احنا خدناها بالأوامر الجديدة اللي هناخدها ياخد دقيقة واحدة بكل شيء بكل شيء بكل شيء بكل شيء نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة لا نص ساعة بكل شيء بكل حاجة بالحمامات بالسيراميت بكل حاجة نحن عادين الساعتين نحن عادين الساعتين نحن عادين نكمل أدوك طيب مش أصول عليكم مش أصول عليكم لماذا؟ أخبرني حبيثة ترسمونه 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 أركز معي طيب نحن أخذنا نحن أخذنا لنس لنس نحن عايزين بقى نمط عناصر دي حتة خطرة كده لمط إيه؟ عناصر مفعوص واحد شكل وأنا أضرب لك مثال قدامك وهو في حتة الفو دي كورسي عملته كنبة كورسي عايزة أعمله كنبة ماشي يا جماعة؟ عايزة أمط ماشي؟ جميل الأمر ده قم بظريف جدا قم بستريتش وده منظرة هو أكثر بيزديك رسالة select objectives الأمر ده فيه نقطة خطيرة جدا أنه عشان تشتغل بيه لازم تشتغل بكورسي وليس بوين ك flame لا أقدم الله أصبح منصود يريدanton ؟ كورسي أنا أنه يباشر يريدونك سنرسم كرسي تمانية نضعه ربو مية ربو مية ربو مية ربو مية موز خمسين ماذا نستعلم شامفر خمسين نضع أمر و نضع راح الوضع و نضع مية نضع حرف و نضع حرف اختار باسبوينت ايه 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 واي اختار الاسبوينت ايه ايه اشتركوا في القناة ونذهب ونشاور على دكتس حل؟ وإنه؟ سألت باسبوينت أو ديس بلاسمن سأقول له مية كوما زيرو ساكند بوينت انتر على الفان حد شاك اللي حصل؟ الدايق لي ونجدت استخدام خديئة بقى مرسم اللوحة قال إيه ده؟ ده أنا ما خدتش بالي أن المسافة من المحوارين دولار 400 أنا شفت هلية؟ عملت اللوحة كلها وفراشت وعملت كل شيء في الدنيا استراتش على طول كده؟ استراتش على طول استراتش استراتش شوفوا معي استراتش بيعمل عشان تفهمكم فكرة عمله استراتش يا جماعي عندما تجيب عمر استراتش ويتديله كروسنج وعندما تعمل كروسنج هاتش بتاعت الكروسنج بتخبط بعض العناصر استراتش بتخبط بعض العناصر العناصر اللي خبطت في البرواز بتاع الكروسنج هي ده العناصر التي يتغير مكانها أو شكلها فهي ده اللي بصغير شكلها عن طريق نقاط اللي وعها ده الكروسنج يعني ايه؟ يعني خطوا القط كده لون هيفيه يبهايا هنا من هياه شخ ان هيا ده هاتش تغير تغير تحت العناصر وان هيا ده هاتش تغير تحت عناصر وهيا ده هاتش تغير تحت عناصر او العناصر ده مش تغير ليه؟ ان القطين اللي هيتم تتعطون هيتحراركهم زي بعض صح؟ ونستنظر هيا شمعه بعض عملي؟ فهذا لا يحصل لاخد بعض ده فيه استراتش بس بيبهد للدنيا ازاي؟ بص كده وانجبنا استراتش هؤلاء واختبلك هلغي في ثمانية هاختار البيس بوينت هي ده والساكند بوينت هي ده حد شافه عامل ايه؟ عامل ما قلته بالظبط خد نقط اللي هم الارضع مقطت دول ومشاهم الريالتف للحطة للمسافة اللي انتها مشتة ونسب باقية الناس فيها هناك شكل متطيف ولكن قلت لكم الشكل المطيف لان انا اعملت براسة ويأتي اعمل كده ماذا صح؟ ماذا صح؟ في الناس اللي هايزين اعمله لا يتمدش فأعمل القص في المدنا يتمد كده وكده ولكن لكي تمدد كده يبهدل الشكل كده واضح يا جماعة هذا الشكل انا بشوانت في الوقت اتشافت ان فيه غلطة هسافة 100 سنتي غلطة بالشكل ده مفروض الشكل ده يتمط 100 سنتي صح كنا احنا اخدنا امرأ بكذا اسمه مفاكر موف ده كان بيسألني باسبوينت او ديسبيل اسمه فكذا كنتش حضرت كنتش حضرت الميا صح مأسام حضرتهش ورجعت لا لا انت رجعت وقلت ايه الحتة اللي انت قلتوها دي ماشي طيب واخدنا امرستراتش خد بالك امرستراتش ريبش وانس ماشي جبناه وقلنا له سي وانتر واخترنا الحتة دي قال لي باسبوينت او ديسبيلسن في عندي حلين اما انك تاخد باسبوينت و ساكند غوينت او ديسبيلسن دي حل ماشي في حل تاني انك تدينه المسافة اللي انت عايز تنقل اكس وان فقلت له مثلا سالب مية وزيرو طب لما يسأني على الساكند بوينت ادينه انت العرفات انت كمان موجود ساعدة ايه 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 ماشفتش بس يا ابني من غير ما اقول شفت تروح وتيجي لا يعلمك فان انا سيف لا اعتقد ان انا سيف لا 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 يعنى اذا ما انه سيف هيجي بعدها امر دايمان اثنين أجدrieس منها البجزيلي متشاونا الخاصة عندها للصار. تم تسكيل البجزيلي طبيباً لığınفاrav understood. تم تسكيل البجزعت تعال. خاطر إسرى هكذا هل هكذا موقع المكوعة الجهازkich دخل OneG obtained from a cross. هناك أرامق لدينا أي آمل حسنا كما أمر حسنا يا أمر بقيتنا كما أمر وعلى الأساسه الحديث أمرين مثلا بعد ذلك مرة أخرى هناخد بقى الحاجتين المهمين بالنسبة لنا الليئرز وبعد المتحام وبعد المتحام في عاجات كتيرة ناخد الليئرز والبلوكس ووربتوا ازاي ترسيموا اللي هو واحد بسرعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واحسن منكم أمر اسمه من اسمه يستخدم لتكبير العناصر أو تصغير كلام جميل هنيجي هنا يا جماعة عندنا الكورسي ده كده او الكنب دي هزينا نصغرها هنجيب امر اسمه هنجيب امر اسمه سيلكت اوبجيكتس دابل او انتر بيسألك على حاجة مهمة جدا بيسألك على البيس بوينت اللي هي نقطة اللي هيكبر ويصغر منها بل حد مهمة يعني انت قلتيني الكورسي ده عالي صغاره خمسين في المئة لما يزرق البيس بوينت لازم يكون في نقطة ثابتة فيه يكبر ويصغر منها صحيح فبسألنا على البيس بوينت وبعدين يسألنا على البيس بوينت فعلا نعمل الكلام ده ادل بيس بوينت شوف بقى بص بص ثمانية في مئة ثمانية بيكبر ويصغر زي ما انا عايز هنجيب البيس بوينت نعمل البيس بوينت ايه اللي حصل فيه صغر نزل النص هات امر سكيل تاني نعمل البيس بوينت نعمل البيس بوينت هنجيب البيس بوينت هنجيب البيس بوينت ثمانية في مئة ثمانية لا يكبر ولا يصفل اصلاح هل عاصل النسطي من صفحات قريبية ؟ طيب ، نقوم باشيب بفرصية نقوم بعمل نسطة في صفحات قريبية نظرة في صفحات قريبية كم يمزل حصوحات قريبية ти في الإسم بالصمثى أن الحساب يثب Democratic شاء بشكل قدر لاحقاً الحساب سهل مد لاحقاً المنزل عند اد λايفSí انفكارة في الحقitten غايفة اخسط البديل هذا هو مدخل المعارض waitsبار الكبديل في الوقت بالتحدث مع منة على الوقت بهذا العمل سابقاً اقتصلك قوم بباق4 بم ignorantine يستخدم لتدوير العناصر يسألك على الباسبوينت اولا select object العناصر اللي عايز تدورها الباسبوينت النقطة اللي يدور حواليها والrotation angle تعالوا كده الكناب دي عايزين يدورها نجيب أمر rotate اولا select object window الباسبوينت اللي هتدور منها هيا دي مسلا عايز تعملوا كده ولا كده ولا كده ندينه الانجل خد بالك الانجل مجابه عقارب الساعة سالبة مع عقارب الساعة نقول له select 90 رحمة دواموري 90 درجة مع عقارب الساعة اي رقف كاميرا الزريف ده هكذا نكون شبهة امتهينة من اوامر موديفايد وزي ما شفنا الاوامر دي اوامر زريفة جدا الاوامر دي اوامر زريفة جدا الاوامر زريفة جدا لتستخدم لتسهيل رسمها ان شاء الله ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر